بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم متابعة قناة مورا صوفت أنا سامير جمال إن شاء الله نهاردة الدرس رقم 68 من كورس إنشاء برنامج المستشفيات بلغة البيتش بي مع استخدام فريمور كلارفل درسه نهاردة إن شاء الله نحاول نحن نزبط جزئية الموعيد شوية ونحاول نعمل update عليها كده في بعض الأفكار نحاول نطور موضوع الموعيد أفضل شوية طيب على كده في البداية لو إحنا أنشأنا موعد دلوقتي المفروض إننا عندي مستخدم زي ده دخل الإيميل بتاعه وده اسمه مثلا سي خالد مصطفى المفروض إنه هو هيختار مثلا قسم الجراحة وبعد كده اختار الدكتور ده مثلا اسم مثال وعنه يكتب رقم تلفونه وأي ملحظاته عايز يكتبها وأي إن كان هو عمل حفظ في اللحظة ديه المفروض الموعد راح للاستقبال طيب خلينا ندخل هنا لو إحنا دخلنا هنا على على الداشبورد ودخلنا كأدمن عايز نسل نشوف إيه شوية حاجات كده نحاول نزبطها في درس النهاردة أول جزئية تعالى كده نروح على قائمة الموعد مفروض قائمة الموعد إحنا كنا من نجي هنا بنعمل زي موافقة على الموعد يعني مثلا قول الموعد ده هنحدده له مثلا النهاردة الساعة مثلا أو خلينا نقول خلينا يوم 22 الساعة 11 و 3 وعملنا عملية حفظ في اللحظة اللي إحنا عملنا عملية حفظ المفروض حصل كالتالي حصل إيه راح رسالة للعميل أو المريض وفي نفس الوقت راح له رسالة على الإيميل لو رحنا على قائمة الموعيد المؤكدة ظهر معانا هنا طيب عايزين أول جزئية إن إحنا نزبط عملية الحسف إن إحنا نعمل زي مدولة كده عشان نحزف بيها الموعد لو إحنا عايزين نأكد الموعد طيب خلينا نروح أول جزئية ناخد هنا بشكل أسرع شوية نروح على الاندكس خلينا طبعا لإن الحاجات دي بنسبالك يعني بحس إن هي حاجات بدائية فما أعتقدش إن هي إيه يعني هتفرق معانا فإحنا عايزينها بشكل أسرع شوية فأنا يعتبر بس مجاهز الديني دي كلها عشان يعني مش دا اللي أنا عايز أوصله لك النهاردة في حاجة أقوى من كده عايزين نشتغل عليها طيب خلينا ناخد إنكلود للمدولة دي هنيجي هنا مثلا نعمل إنكلود لها طبعا المدولة بتاعت زي ديستروي عادية خالص إنت اشتغلت عليها أكتر من مرة وهنا هقوله مثلا إن هيكون الإيدي بتاعها اسمه ديليتيت تمام تمام وهاجي هنا زي الشاطر أخد كده مثلا تعالى نفتح هنا جوه الأبايمينت مثلا خلينا نقول تعالى هنا نيو ونقوله أسف طبعا لو أنت عارف الكلام ده حاول تسبق الفيديو يعني لأن الحاجة ديت إحنا عملها أكتر من مرة يعني ما أعتقدش إن أنا هعمل حاجة جديدة في الجسئية دي بتحديد تمام هو أخد كده كوبي وقوله تعالى هنا تمام تمام ده في صفحة الاندكس على طول جدا أول ما جي أعمل ريفرش كده هيدرب معي اروا رعا طول أول حاجة إن أنا هنا في صفحة الاندكس خلاص خلصنا هيها أه هو المفروض إن إحنا لو جينا عملنا الكلام ده في صفحة الاندكس خليني ناخد ده كده كوبي في الاندكس 2 اللي هي الموعيد المؤكدة طبعا الاندكس 1 اللي هي الموعيد الغير مؤكدة لسه تمام تمام وهنيجي هنا في الاندكس خليني ناخد الـ 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 المفروض تكون هنا طبعا بالكلام ده بالنسبة لك أنت يعني عايز أقول لك عملته أكتر مرة طبعا هو يدرم معي error عشان بيقول لي إن ما فيش عندي راوت اسمه appointments.stroy تمام تمام فهروح زي الشاطر كده بمنتهى الشياكة أخد الراوت بتاعي لغاية الآن كل اللي أنا بعمله ده أنت عملته أكتر من مرة يعني بالنسبة لك لعب عيال عشان في حاجة هنشتغل عني النهاردة هي تقيلة شوية أو مش هنقول تقيلة مختلفة كده ايه عملية تفتيح دماغة طيب خلينا وجينا هنا دلوقتي مفروض إن إحنا نحط له هنا الـ 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 بتاعتنا اللي هي بتاعت الـ destroy اللي موجودة في الـ appointment تمام؟ خلينا ناخد الجزئية ديت طبعا زي معك زي من تقول بشمهندس أنت بتاخد كوب بيس أنا مش فاهم إيه حاجة لا أنت فاهم كل اللي أنا بعمله function عادية خالص عشان تهم إيه تحذف الـ appointment تمام؟ لو جيت عملية refresh كده دلوقتي الـ appointment هتظهر معي لو ضغطت حاس فهتحذف معي الموعد تمام تمام حلو أول لغاية الآن الكلام جميل ودني حلوة طيب كل ده بشمهندس أنا عارفه وحفظته ونفسته معك فأكتر من حاجة إيه بقى الجديد اللي أنت عايز تعمله النهاردة في درس النهاردة؟ الجديد كالتالي دي المواعد المؤكدة صح؟ طيب النهاردة المفروض أن خالد مصطفى عنده موعد مثلا يوم 22 الساعة مثلا 11 و 3 أو 11 و 3 الصبح تمام؟ هو راح المستشفى مظبوط لما راح المستشفى مفروض أن المستشفى هتبدأ تسأله اسمك إيه أنا اسمي خالد؟ طيب بعد إذنك اديني مثلا رقم تليفونك حيتدقوا يعملوا search أو والله أنت عندك موعد النهاردة متأكد في اللحظة دي المستشفى بتبدأ تعمل إيه؟ بتبدأ تكاريت يوزر بقى الخالد عشان يكشف ويزبط دنيته وكل شيء تمام؟ طيب خلينا أول نروح جايه هنا في الأول كده نروح على إضافة مريض ونضيف إيه خالد ده هنا كده تمام؟ أنا بس إيه؟ أنا همشي معك بس خطوة خطوة كده وبعد كده إيه؟ هنفهم اللي إحنا عايزين تاريخ ميلاده حط أي تاريخ مش هيفرق عندي ورقم تليفونه مثلا نسمي مثلا الرقم اللي هو حطه هنا مثلا ده كده مثلا وليكن ده الجنس بتاعه وده مثلا أي حالجة وهنا العنوان بتاعه وضغط حفظ كده أنا ضيفت المريض عندي في الداتا بيس الطبيعي جدا إيه اللي بيحصل؟ إن انت هتروح تسأله انت طبعا مش هتسأله انت آه انت عايز تروح على قسم الجراحة على الدكتور اللي هو اسمه ده مظبوط؟ آه مظبوط فأنت الطبيعي بتروح رايح تعمل فطورة وتروح رايح إضافة فطورة وتقوله المريض اللي اسمه خالد هيروح عند الدكتور مثلا أنا مش عارف اسمه تقريبا كان اسمه هو ده آه تمام؟ وقلت له مثلا نقدي مثلا على سمسال وضغط حفظ في اللحظة إن عملت لها فطورة ديت المفروض أنا عايز أعمل حاجة بقى هنا في الحتة دي إيه هي؟ عايز بقى لما روح على الموعد بتاعته الموعد ده ما بقاش مؤكد أما البقى إيه بشموندس بقى منتهي خلاص هو الرجل أصلا بالفعل اتعمله فطورة يعني معنى ذلك إن هو اتعمله فطورة إذن هو داخل عند الدكتور خلاص هيبدأ يكشف فبالتالي أنا عايز الموعد ده أول ما يتعامل فطورة الموعد ده يتإفل خالص بلا مؤكد ييوصل يبقى إيه؟ برافو عليك يكون منتهي أو بمعنى أصح لو أنا جيت هنا ريفرش كده خلينا نروح على الأبايمنت هنا فين الأبايمنت هنا؟ وندخل على مؤكد دي أنا عايزة بقى بشموندس تكون منتهية أول ما الفطورة تتعمل الموعد ده يبقى منتهي ما عادش يظهر ليه هنا ايه في المواعيد المؤكدة بص هنا كده خلاص ما عادش في المواعيد المؤكدة خلاص هو الراجل خلاص خلص تمام تمام نعمل الكلام ده ازاي بشواندس اولا واحدة واحدة خلنا نسيبه مؤكد زي ما هو تاني ونجي هنا قفل بقى كل الكلام ده يلا تعالى كده ايه ناخد واحدة واحدة طيب هو انت بشواندس بتعمل ايه لو رحنا على ال Http live wire هنروح على ال Single invoices مظبوط مظبوط تعالى نطلع فوق هنا كده في الاول ونبدأ نشوف حاجة هنا دي في حالة الفاتورة كانت نقدي ودي في حالة التعديل ودي في حالة الاضافة لو الفاتورة نقدي المفروض الراجل هنا بعد ما اضاف الفاتورة وراح نتيفيكيشن للدكتور وي وي والكلام ده كله انا عايز ان انا ابدأ اعمله هنا ممكن قبل النتيفيكيشن هنا مثلا نلغي الحجز طيب نلغي الحجز ازاي ده بشواندس اولاك تعال بس ايه انا عايز بس لان الدرس النهاردة فيه حاجات كتير فانا بحاول بقدر مستطاع ان انا اختصر الاكواد على قد مقدر يع انا هاخدها كوبو بيست وهشرح لك التفاصيل بتاعتها بس لان درس النهاردة كده ايه حيطول فيه شوية تركات كتير فعاي ايه عايزين ننجزهم يعني طيب خلينا في الاول هنا كده ناخد الكود ده ونفهم ايه اللي احنا عملناه طيب بعد ما عمل الفاتورة بتاعته وزبط الدنيا بتاعته المفروض اول حاجة عملت متغير اسمه بيشن قلت له انك هتروح تجيب معلومات المريض بناء على المريض اللي تبصى لك ازاي بيشن اوكي طيب لغات الان دي مفيش فيها مشكلة قلت له طيب عندي حاجة تانية قلت له انك هتروح على الابويمينت اه عملت متغير اسمه اه انفو اختر كيمة انفورميشن مثلا وقلت له انك هتروح على الموعيد خلينا اعمل امبورت الموديل قلت له وير لما يكون الدكتور بيساوي الدكتور والايميل بيساوي الايميل والحالة بتاعتهم متأكدة اه جيبهم طيب لو لقاهم موجودين ايه اللي هيحصل بقوله اف الابويمينت انفورميشن لو الانفورميشن موجود فعلا بالفعل هتروح رايح على الموعيد بتاعته تعمل فايند عليها وتروح عامل اف ديت ليه الطيب تخليه منتعي كلام جميل كلام جميل تعال نسمي الله كده ونبدأ نشوف اول جزئية بتاعتنا خلينا كده نرجع تاني هنا على الفواتير بتاعتنا فيه هنا ادى الفواتير نحزف بس الفاتورة دي ونشوف ايه اللي هيحصل ركز كده بس دلوقتي ونركز هنا كده رفريش هنا الموعد مؤكد او صح تمام انا عايز اقول له بالبلد كده شوف الفاتورة دي اول ما هتضاف انا ضفت واحد اسمه خالد مصطفى هيروح عند الدكتور لو اسمه ده كلام جميل وفي حالة الفاتورة نقدي قلت له هيعمل كشف بس قبل ما يعمل تأكيد للكشف قلت له بس بالبلد كده اطلع روح شوف الموعيد لو خالد والدكتور ده والموعب بتاعتهم متأكد ان هي بقى خلاص يعني في لحظة ما المفى الفاتورة بتتصدر روح لو في موعيد لخالد مصطفى عند الدكتور الفلاني والحاية مؤكدة انا عايزك تخليها المنتهية الموعب بتاعته ينتهى تعاني نسمي لك كده ونضغط بسم الله طيب كده المفروض الفاتورة اتكاريتت لو جينا نروح على الموعد نعمل رفريش لاحظ الموعد بقي ايه منتهي ليه باش مواندس طيب باش مواندس انت ليه بتعمل حتة دي ما خلاص انا عايز اقول للدكتور يعني خلاص الموعد خلاص هو كان مؤكد طب لما هو دخل عنده الدكتور خلاص الموعد بتاعه اتقفل خلاص already اتقفل خلاص وتم فاتورة ده في حالة لو انا عايز اعمله تمام طيب ده في حالة لو احنا بنعمل الفاتورة بتاعتنا نادي صح ممكن ناخد الكود ده يعني مثلا ده في حالة ان كانت الفاتورة نادي في حالة التعديل لا وزا كانت الفاتورة ااجل في حالة التعديل حط لنا الفاتورة مثلا هنا مثلا انا سنحطها في الجزئية ديت مثلا تمام ده في حالة هنا كده نحط ايه الكود ده عشان يبقى الفاتورة لو نادي او ااجل في حالة لو الفاتورة نادي او ااجل يبدأ يشتغل على الجزئين طبعا انت ممكن بقى بنا لو انت مش عايز تكرر الكود ممكن تعمله مثلا على سمسال وتنادي عليه يعني مثلا ده لو انت حابب تعمل الجزئية دي طيب لغاية الان تماما بشوانتس كده احنا فهمنا الدنيا دي المفروض بقى دلوقتي ايه اللي هيحصل لو احنا رحنا على الموعيد المفروض الموعيد مؤكدة ده ما عادش فيها هيا حاجة هنفتح بقى زي اندكس جديد كده ايه ونبدأ ايه ان احنا نعمل معيد المنتهية مثلا على سمسال خلينا لو احنا عايزين نعملها اوكي مش عايز تعملها عادي براحتك لك مطلق الحرية نسيبها او لا ممكن هتعمل اندكس تاني وتعمل وير لما يكون الطيب يسوي منتهي وتعرض الصفحة بتاعتك لغاية الان الكلام جميل والدنيا زلفل بارده مش موانتس مش شايف اي تاكتاكا اقولك التاكتاكا جات في الحتة اللي هنا بقى طيب تعالى كده دلوقتي نروح على الصفحة بتاعتنا وندخل على الصفحة الرئيسية عادي خالص اهي طيب هنا دلوقتي انا عندي مريض المفروض اسمه ده واحد اسمه خالد مصطفى اتنين ايا كان او اسمه بلاش خالد مصطفى احمد عماد مثلا تمام 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 هيروح عند الدكتور اللي اسمه ده هيكشف عنده وحط رقم تليفونه وايا كان وعمل عملية حفظه هنا كده دلوقتي تمام وترسله الموعد بتاعه طيب انا عايز اعمل حاجة تركيا هنا طبعا هنا موعد غير مؤكد لاني لسه الادارة ما اكدتلوش طيب انا عايز اعمل النهاردة حاجة اقوى من كده شوية ازاي انا عايز اخلي المريض وهو بيحجز موعد يحدد التاريخ بتاعه طب ليه باش مواندس يحدد التاريخ بتاعه انا عايز النهاردة اخلي الدكتور لو لمت للموعيد يعني ايه لو لمت للموعيد يعني النهاردة ممكن خمسين واحد يروح حاجزين في نفس اليوم لأ انا مش عايز كده اعمل ايه انا عايز ان اخلي الدكتور لو لمت معين في الكشفات يعني مثلا كحد مثلا له عشر موعد في اليوم فانت النهاردة كمريض لما تيجي تحجز من برة هتحجز مثلا النهاردة واحد وعشرين يوم ما تيجي يوم عايز تحجز يوم اتنين وعشرين مثلا ففي عشرة حاجة زوم فانت لما تيجي تحجز يوم اتنين وعشرين انت رقم حداشر سيستم يرفض معاك يقولك لأ معلش انا اسف مفيش موعد في التوقيت ده ليه بشوان دي ستعمل الكلام ده عشان اننا ممكن لو انا سيبت الموضوع مفتوح كده ممكن يحصل هيدك عالدكتور يلاقي فيه حاجز موعد يعني بشكل كبير في نفس اليوم وما يقدرش يغطي الموعد دي فانا عايز ان انا اعمل الجزئية دي اعملها ازاي طيب اول حاجة انا فكرت فيها ان احنا عايزين في جدول الموعد او في 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 الجدول بتاع الدكتور عايز احط له لمت للموعيد او لمت لعدد الكشفات فاحنا لو احنا هنا عالدكتور عايز اضيف كولوم جديد هنا كده مثلا اقول له مثلا عدد الكشفات بتاعته عاشرة خمستاشر طبعا انت فيما بعد تقدر تعدل من عالداش بورد يعني طبعا ان هناك بقى تخليله عاشرة خمسة اللي انت عايزه تمام انا طبعا يعني عايز اقولك لما باجي اشتغل معاك بحط لك الفكرة او بحطك على الديت الطريق وانت طور في الفكرة اكتر يعني ممكن تكون الفكرة دي مش مناسبة معاك بعد تاني ممكن انت تطورها بشكل اكبر عادي يعني لك مطلق بحرية انا ضفت كولوم من نوع انتجر قلتلو نمبر او في ستيتمنتس مثلا انه هو عدد الكشفات مثلا او اي ان كان حط الاسم اللي انت عايزه وزبط دنيتك حبب من انت عايز واعمل هنا كنترول سي عشان اخد الاسم معايا وروح زي الشاطر على الموديل عشان ان انا حطه عندي في الفيلابول عشان بعد كده ما يعملش معايا اي مشكلة في عملية انسيرت افديت اي ان كان تمام وهاجي هنا في الستيطس وزود له الكولوم ده زي الشاطر اروح رايح جاري كده على لو رحنا على الاتابيز على السيدر او اسر كان على الفاكتوري نروح على الدكتور هنا ونضيف اه في عملية الفاكتوري يبدأ يحط لي قيمة مثلا على سم مساء خلينا نقول له مثلا هنا انا عندي القيمة ديت خلينا مثلا عدد دكاترة مثلا او عدد الكشفات يكون خمسة مثلا وليكن تعال كده زي الشاطر نوقف الدنيا ديت ونعمل عشان ننظف بتاعتنا وعشان ايه الامور بتاعتنا تدخل في الداتا بيس تمام طبعا كده نعمل هنا نعمل هنا لو رحنا على جدول لاحظ انا عندي هنا نمبر اوف تيت منت بقى خمسة عدد الكشفات بتاعت كل دكتور خمسة طبعا انت بقى قلت لك من تقدر تعملها دايناميك وتعدل عليها يعني براحة دقاء تا كده كده قريد الكولوم موجود معك طيب بغاية الان الكلام جميل طيب هنيجي بقى في عملية واحنا بننشئ موعد تعال كده ندخل على هنا ندخل على انشاء الموعد فين في اللايف وير اهو عندي في عملية الكريت هنا الكريت بتاعنا صح الكريت بتاعنا احنا بعد الوقت عايزين نعمل حاجة ايه هي احنا قلنا ان احنا هنخلي كله دكتور له كشف له خمس كشفات في اليوم صح حلو طب خمس كشفات ايه قلت في اليوم اها يعني انا المفروض عندي هنا وانا بعمل حجز للمريض يعني انا مريض برا بعمل حجز لازم احدد انا عايز اروح للدكتور ده امتى انا عايز اروح له بكرة عشان السيسم يبدأ يشوف بكرة هل فيه اكتر من خمسة ولا لأ طيب اذا دلوقتي انا عايز اضيف هنا عندي ممكن اضيف عندي هنا اه اه او اسف مش تيكست اه ممكن اضيف مسلا عندنا هنا امبوت مسلا تانية اه انا خليني ايه عالسريع كده جبت امبوت اه بوتستراب عشان تضيف لنا الجوزيات دي تسمتها مسلا تاريخ المواعد مسلا اهي طبعا كود الاتش تميله والكلام ده كله انت هتقدر ان انت تزبطه عندك طيب اول حاجة انا عملتها ايه ان انا عملت الجدول بتاع اه اسف الامبوت بتاعتنا من نوع ديت وجاية عملت هنا ريفرش كده مفروض عندي ظهر هنا الجسئية دي تركز اهو المفروض ان المريض هيبدأ يختار الموعد بتاعه طيب لغاية الان الكلام جميل طب شو مهندس نعم طب ما هو المريض لما هيختار موعد المفروض لاحظ اه على طول شوف لاحظ لايف وير زاكي جدا قالك appointment patient not found in component ليه بشو مواندس لان انا اصلا عندي هنا مساميه appointment patient اذا دلوقت انا زي الشاطر كده هروح واخد دا كوبك كده واروح رايح على جدول الموعيد عشان ابدا اضيف كولوم تاني في جدول الموعيد هنا الكولوم ده بشو مواندس هيكون عبارة عن ايه هيكون عبارة عن ديت يعني ايه بشو مواندس عبارة عن ديت مش انت المريض اصلا حجز موعد اه صح طب انا عايز اكتب اسم الموعد بتاعه او اسف عايز اروح الموعد بتاعه يعني المفروض المريض لو جي هنا وعمل رفريش كلا مثلا عاسم مثال والنهار دا قال انا عايز اروح اكشف عند الدكتور اللي اسمه سامير جمال مثلا اي دكتور بتاع الجراحة ده او ده رقم تلفوني انا عايز اكشف عنده يوم 22 واعمل تأكيد طبعا لما اختار يوم 22 المفروض هيحفظ الموعد بتاعي في الديتابيز انا باعيز اخلي الناس بتاعه يوم 22 دوت يكونوا خمسة بس على سبيل المثال انا عارف الموضوع يمكن صعب عليك الوقتي ولكن تعال نشوف هنفهم واحدة واحدة طيب خلينا ناخد الابايمينت ديت ونيجي زي الشطار كده نروح جارين على الاب على اللايف واير الجميل بتاعنا ونقوله تعال يا عم سيني ما تسعالشي احنا هنعمل لك بابلك هنا عشان ما تعودش توجع دماغنا بالجزئية دي برافو عليك طيب انت هنا بشواندس ايه اللي بيحصل ان انت المفروض هنا هتسايف الموعيد صح هناخد كوبي من دي ونقوله احنا عندنا حاجة جديدة اضافت في الموعيد هنسا ما ضفناش طيب آآ لسا ما عملناش هنجي هنا نوقف ونقوله ميجريت فريش عشان نضيف للكولوم الجديد اهوت يلا صيدي تعال هنا كده نعمل رفريش في كولوم جديد اسمه ابايمينت بيشن يعني موعد المريض مثلا الموعد اللي المريض هيختاره تمام واجه هنا عندي هنا اقوله ان الحاجة دي لما اعمل انسرت هتبقى من الجزئية دي لغاية الان الكلام جميل مص حيكون بالشكل ده كده تعال بس هتفاهمك قبل ما نعمل تشيك انا هنا دلوقتي عندي اذا الايميل بتاع واحد اسمه احمد عماد مفروض اختار مخ والاعصاب للدكتور الفلاني مسلا هنا وبعد كده راح مختار هنا الموع اللي رقمت الجوال وبعد كده مسلا قال انا عايزة احجز عنده يوم اتنين وعشرين مسلا وعملت تأكيد في اللحظة دي تم الحاجز لو جيت عملت هنا رفريش اهو لاحظ ابايمينت بيشن هو الراجل ده هيحجز يوم اتنين وعشرين طيب احنا قلنا ان الدكتور له خمس موعيد له خمس موعيد في نفس اليوم بتاع يوم اتنين وعشرين ده طيب هنيجي نحجز تاني باسم تاني مسلا سيد مسلا ان كان وناخد برضو الدكتور ده احنا بس ان عايز بس نشغل عالدكتور ده احنا كنا نشغلنا عالدكتور مين كان اسمه ايه خمسة ده كان اسمه ايه ايه احاول بس رقم دي بتاع خمسة عشان بس اقول لك ايه اللي هيحصل خمسة مظبوط كان اسمه ده تمام وهنحجز يوم اتنين وعشرين يلا كامل يا عام ها كده دلوقت بقى ركز هنا ايه تعالى في هنا في حاجزين همت جز مرضى واحد اسمه احمد عماد واحد اسمه احمد سيتسيبك من الايميل عادي ان فيش مركت تقدر طبعا تعمل ما تكررشي وحوار طويل طيب عندي مسلا هنا ابراهيم ايا كان هنروح على الدكتور بتاع مخه العصاب للدكتور ده هنحجز هنا يوم اتنين وعشرين كده دلوقتي في تلات مرضى حجزهم ماشي كمل حلو تعالى نروح على نفس الدقاء ايه مثلا عندي مصطفى اده الدكتور مخه العصاب حجز هنا اهو اده ركم تلفون اسمك من التكرار دلوقتي يوم اتنين وعشرين نعمل كلام جميل في كم موعد لغاية الان اده واحد اتنين تلاتة اربعة ماشي باقي موعد للدكتور ده في نفس اليوم ده بالتحديد عندي واحد تاني اسمه محمد هيروح عند الدكتور بتاع المخه العصاب ده اده التلفون اي تلفون وضغط يوم اتنين وعشرين وعمل تأكيد هلو الكلام جميل ونعمل هنا ريفرش كده ده واحد اتنين تلاتة اربعة خمس هنا النهاردة خمس موعيد في نفس اليوم للدكتور ده احنا بقى دلوقتي قلنا ان الدكتور المفروض ده الدكتور اللي هو رقم خمسة لاي دي بتاعه خمسة ده احنا مثبتين له قلنا له انك ليك خمس موعيد في اليوم طيب انا عايز بقى الشخص ده اول ما يجي يحجز موعد يوم اتنين وعشرين واحد يقول له لا معلش انا اسف مافيش موعيد في اليوم ده ليه لان الدكتور بيستقبل خمس موعيد بس صح نعمل الكلام ده ازاي هنيجي بقى قبل ما نعمل عملت الانسيرت هنعمل اتشيكاية جميلة طيب تعال ناخد الاتشيكاية الحلوة بتاعتنا كده ايه وحدة وحدة تعال كده ايه على السريع يلا دي سي دي هنا تعال ناخد بس ايه اتشيكاية جميلة كده ونخليها مثلا خلينا نعمل كومنتس جميل هنا نقول له اتشيك نمبر اوف ستيتمتس كلام جميل وناخد اول كود معانا كده ايه ونشرح الكود بتاعنا ايه اللي فيه عملت متغير اسمه appointment count كلام جميل قلت له طيب قلت له انك هتدخل على الموعيد لما يكون الدكتور بيساوي الزيس دكتور يعني الدكتور اللي انا اخترته هنا ده كلام جميل بيساوي الزيس والطيب بتاعي مؤكد يعني المفروض ان الموعيد دي غير مؤكدة لسه ما تأكدتش كلام جميل ركز ماشي حلو الكلام قلت له طيب والappoint يعني الموعد بتاعي ده بيساوي الموعد اللي الدكتور اللي المريض هيدخله يعني المريض دخل يوم 22 وراح بص هنا سلام عليكم السلامة انت الدكتور الرقم 5 اه انت عندك كم موعد النهاردة ويشوف التاريخ بيساوي التاريخ والدكتور بيساوي التاريخ الخمس موعد موجودين اه لو انا جيت لهم هنا دلوقتي لو انا جيت قلت له روح دور كده على الموعد ده تعالي كده بس نشوف هنعمل دي 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 الكونت كده تركز تعالى كده نسمي الله اعمل فريش هنختار لنفس الدكتور تركز قلت له اي اميل وعند اي واحد قلت له مخه وعصاب الدكتور ده هوت اي دكتور قلت له يوم 22 هوت هو دلوقتي هيروح يتشك عليه يشوف الدكتور بتاع مخه وعصاب ده يوم 22 عنده كم كشف تعالي نضغط كده لاحظ قال له الكونت بتاعي خمسة صح ايه الوقوي انا بقى عايز اعمل هنا اف جميلة اف كونديشن عايز اقول له لو المواعيد اللي موجودة خمسة في نفس اليوم ده نروح نشوف الدكتور بيستقبل كام لو بيستقبل خمسة اختلف كده الكلام هنعمل بقى ايه نروح جايين زي الشطر كده نعمل متغير تاني اسمه دكتور ان انفو اللي هو انفورميشن قلت له نروح على جدول الدكتور هاتلي الدكتور ده طيب حلوة اوي نقفل الدي دي كده دي الوقتي ونضغط نعمل هنا ايه الاف بتاعتنا الاف كونديشن كده سيبك من دي خالص كده طيب قطوله بص شايف لو العدد بتاع المواعيد بيساوي الانفو اوف الستيتمنت يعني في جدول الدكتور روح عليه دكتور رقم خمسة نعم انت معايدك اديه في اليوم والله انا معايدة خمسة طيب حلوة اوي هنا دلوقتي انا بقوله شايف المواعيد لو هي بتساوي الستيتمنت يعني الخمسة اللي في جدول المواعيد بيساوي عدد الخمسة اللي موجودين في جدول الدكتور لو حصل هنا الكلام ده كله اطبع لي مثلا كلمة دي دي وقول لي مثلا تعالي كده نقول له هنا مثلا نو مثلا ايلس وإلا مثلا تب خليني بس ايه انا عايز بس اواريك ايلس وإلا اعملي دي دي وقول لي كده يس تمام على بس انا عايز ابيين لك عشان تشوف فاهم وهنا مثلا لو طيب بص ريس ايه هيحصل كالتالي انا نهارده ريح احجز موعد عند الدكتور ده تمام ببساطة كده كتبت الايميل بتاعي واي اسم قلت الدكتور مخ والعصاب للدكتور الفلاني ده ورقم جوالي وقولت انا عايز احجز يوم اتنين وعشرين عند الدكتور ده وضغطت تأكيد في اللحظة دي راح يقول لي no ليه لان انت في خمسة اصلا حاجة زوم قبلك طيب لو انا اخترت نفس الدكتور ولكن في تاريخ تاني هيروح يتشك تب ملقاش هيعدي هيقولك اوكي طيب انا قلت طيب ماشي لما جيت احجز يوم اتنين وعشرين السيستم قال لي لا مفيش موعد قلت طيب ماشي تعال نختار اي اسمه هوت ونروح على الدكتور ده نفسه قد الايميل قلت له طيب انا النهارده بدل اتنين وعشرين حشوف موعد في يوم موعد ثلاثة وعشرين وضغطت اوكي في اللحظة دي راح يقول لي yes ليه لان ما فيش موجود موعد بيوم تاريخ ثلاثة وعشرين صح? طيب احنا بقى بعدما بنى من كلمة yes ونو دي احنا عايزين نعمل اتشكاه هنا لو المواعيد بتسوي المواعيد رجعه طيب لو ما بترجعوش خليه كمل اوكي خلاص بنا ما بديني حال وعادي مفيش اي مشكلة يقدر يسجد فانا في اللحظة دي هعمل return back هاجي هنا اقول له return back طيب واجي زي الشاطر كده اطلع فوق شايف كلمة message دي تخد منها copy كده مثلا على سمسال وخليها message 2 كلام جميل ودي لها false طيب واروح رايح على resource view live wire create كان عندي هنا حاجة اسمها message دي صح خد منها copy زي الشاطر كده طبعا بقى لو عايز تعمل رسالة bootstrap اوكي عايز تعملها بشكل تاني اوكي لكن انا عملتها ايه جافا سكريب تمام والطول لو message 2 بتساوي بتساوي true يعني اتحققت الا يحصل ممكن اقوله هنا مثلا لا توجد مواعيد لهذا اليوم برجاء اختيار يوم اخر مثلا ايه كان اكتب بقى رسالة اللي انت عايزة انا قلت له بص انت هتروح تتحقق من المواعيد لو لقيتهم بيساوي المواعيد ده اول حاجة message 2 خليها true يعني خليها تبدأ تظهر ورجعوا return back كلام جميل يا الله يا عم سامي الله كده ونشوف الهب ده بتاعتنا ده دكتور هتنفع ولا لا يا الله يا عم سامير بسم الله انا عندي اي email ودي اسم اي اسم عايز يحجز للدكتور ده هيحجز يوم اتنين وعشرين حيروح يتشك على يوم اتنين وعشرين لو لقى خمس مواعيد موجودين هيروح باعات له رسال لاحظ بقوله لا توجد مواعيد لهذا اليوم برجاء اختيار يوم اخر لو عامل حسنا رح عامله refresh طب الراجل عايز يحجز يوم تلاتة وعشرين برام انت مصعب عليه الدنيا اهو اي حاجة قلت له مثلا الدكتور ده هنا جدت هنا وقلت له الراجل ده هيحجز يوم تلاتة وعشرين يلا سيده السيستم هيقبل معها لان ليه ركز تعالى نعمل refresh كده على الابايمينتس كده لاحظ يوم تلاتة وعشرين ما فيش حاجة لسه ما حدش حاجة صغير واحد لكن هنا يوم اتنين وعشرين متأكد عملية الحجز اد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة في خمسة مؤكدين كلام جميل كلام جميل تعالى نعمل هنا refresh كده ونقول له مثلا هنا عندي الجدول بتاع اللي كان فيه الاطباء عرض الكل خلينا هنا في جدول الاطباء ممكن احنا هنا نضيف لو انت بقى في وقت من الوقات عندك تعالى كده ناخد هنا شوية هنا في الاطباء بتاعتنا لو احنا جينا هنا وعايزين نعمل عملية تعديل المفروض بقى هنا انت هتضيف الكلومز هنا اللي هو عدد الكشفات خلينا جيبها لك بس ايه يعني عشان برضو تكون بالنسبة لك سهلة يعني في بعض الناس ممكن يكون صعبة عليهم خلنا نروح على الداشبورد روح على الدكتورز في عملية في عملية خليها بعد كلمة الموعيد دي مسلا خليني ايه نعيز اخد اي ايه اي حاجة زي كده اسم الطبيب مسلا على كده هنا بس ايه كان في هنا اسم الطبيب خلينا ناخدها كوبي كده ادي خليها بعد اسم الطبيب لو انت عايز تخليها ممكن عشان تنوع من الشكل يعني بس كده اما اشوف هتظهر ازاي هنعم رفريش حلو ظهرت اسم الطبيب هنا كده تحت دي هنا كده نيجي هنا على نكبر دي شوية ممكن ان هنا بقى طبعا المفروض ان انت هنا ترانسيليشن برافع عليك هتشهر ترانسيليشن وانا عدد الخليشوفات اليومية مسلا بليكن وهنا نقوله هنا مسلا بتعال نعمل هنا refresh عدد الكشوفات اليومية الValue بتاعنا مفروض الValue بتاعنا هنروح نقوله احن عايزين نجيب number of statements هنقوله الValue بتاعنا هيكون دكتور number of statements ونيجي هنا ممكن نسمي النام دي كده ونعمل هنا ريفرش عدده خمسة المفروض اننا لو عملت مسلا عايز عدد اليومية عشرة واضغة تأكيد طبعا المفروض ان انت بقى هتروح تزبط الكود ده المفروض يعمل انسيرت معاك والأبديت معاك هتزبطه وتضيف الكولوم بتاعك ده عشان انا اقصد ان انت في وقت من الوقات لما تكون مسلا انا بضيف دكتور جديد بيكون طبعا بالاتفاقة دكتور انت هيكون تقدر تستقبل كم موعد في اليوم والله انا ممكن استقبل خمسة ستة سبعة طبعا تقدر ممكن دكتور النهاردة مسلا عايز عشرة ممكن جيب بكرة قالك لو الله يخليه ارفع للمت بتاعي خمستاشر فانت لما تذهب خمستاشر بالتالي هيقدر عنده يكون عنده كشف خمستاشر كشف في اليوم طبعا انت فهمت الفكرة او فهمت التفكير اللي انا عايز اوصله اه انت لك المطلق الحرية اقدر بقى زبط يعني زبط بدماغك كده وحاول انك تعمل تطوير على الفكرة بقى اصلا وتزبط معيد بشكل اكبر شوية ممكن شوية شوية تخلي المريض هو يختار الموعد والساعة من هنا انت تبدأ تطور على السيستم بتاعك بالشكل اكبر نفس القصة المفروض هنا يكون فيه يعني ايه يعني ما ينفعش يكون المريض يحجز يعني مثلا انا سمير النهاردة حجست او قلت له مثلا انا حجزت يوم تات عشرين وعملت انسيرت ولو جيت روحت حجزت يوم تات عشرين بنفس الاسم بنفس الاميل اللي ما يقبلش معي لا انا عايز ان هو طبعا يشوف الفاليديشن بقى على الاميل والاسم اللي هم موجدين بنفس اليوم ده يقول له لا انت حجزت في يوم قبل كده ما ينفعش ده طبعا لان انا المفروض عندي خمس كراسة في اليوم هيحجزهم ما ينفعش النهاردة ان فيه مريض واحد يدخل يحجز الخمسة الواحد ولا انت بتحجز باسم واحد فقط لغير لو عايز بقى تحجز باسم مريض تاني يبقى لازم الاميل يكون مختلف ورقم الجوال يكون مختلف ويكون اسم المريض مختلف يعني تمام طبعا كل ده موضوع فاليديشن انت تقدر تطور فيه وتزبط فيه اتمنى يا ربي يكون الدرس عجبكم نشوفكم على خير السلام عليكم